المغامر المغربي ياسين درقاوي انطلق على متن مركبه الشراعي املا في تحطيم رقم قياسي عالمي جديد في الابحار على متن قارب شراعي صغير انطلق الشاب الطنجوي العاشق للرياضة المائية والذي سبق له ان مارس نشاطه ومغامراته في مختلف بحار العالم ليحقق رقما قياسيا جديدا في الزمن والمسافة خلال عبوره بين خليج طنجة وميناء اصيلة نساعد نرجع احد الرقم القياسي اللي كان في اسميه ديدي اللي هو اطول مسافة بدون وقوف على زورك شراعي ديبر غادي تدر من هنا من طنجو والمنطقة النافقية فيها تكون بين طنجو وعزيلا تقريبا المدة الثلاثة من شاء الله لكل شي كان بخير انا في هذه المنطقة التي تعلمتها ده البحار في حالات تقول لك شي رمزي بالنسبة لي نعود نرجع الهناية من مور عشر سنين في اسيا وهذا الرقم هذا نحطمه هنا ان شاء الله وجرى تعبئة فرق من البحرية الملكية قصد تقديم المساعدة اذا لزم الامر لهذا المغامر الطنجوي الذي حقق قبل بدع سنوات اول رقم قياسي عالمي له من خلال الابحار على متن زورق الليزر في بحر اندامان في موسم الامطار وحيدا لمدة ثلاثة ايام دون توقف ترجمة نانسي قنقر